أهلا بكم من جديد معكم ميرا القاس ونبدأ من آخر التطورات حيث تنشط الدبلوماسية الأمريكية في جهودها لتمديد العمل بقرار مجلس الأمن حول حظر بيع الأسلحة لإيران وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الأممي رقم 2231 دعا وزير الخارجية الأمريكية إلى تمديد هذا الحظر معددا الأسباب الموجبة لذلك ومن بينها استقرار الشرق الأوسط وتقول واشنطن أن انتهاء العمل بالحظر بعد أربعة أشهر سيهدد أمن المنطقة وإسرائيل بالإضافة إلى أن إيران قد تصدر هذه الأسلحة إلى أذرعها حول العالم يجب على مجلس الأمن أن يرفض دبلوماسية الابتزاز فالرئيس الروحاني صرح مؤخرا بأن بلاده سترد بشكل حاسم إذا لم يرفع حظر السلاح عنها وبالنظر إلى تاريخ إيران ولجوءها إلى العنف والإرهاب ربما يتعين على المجلس أن يأخذ تهديده بجدية تجديد حظر السلاح من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على إيران لتبدأ بالتصرف كدولة طبيعية والعالم يريد ذلك منها وهذا ما يرغب به الشعب الإيراني أيضا بومبيو أكد أن رغبة الولايات المتحدة بتمديد حظر السلاح هو لحفظ الأمن والسلم الدوليين أمام مجلس الأمن خيران أما الوقوف إلى جانب أمن وسلام العالم أو رفع حظر السلاح عن إيران وإذا فعل ذلك فإن إيران ستكون حرة لشراء مقاتلات روسية بحيث تكون الرياض ونيو ديلهي وروما كما ستعمل على تحديث أسطولها البحري وغواصاتها الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر العرب وستكون قادرة على شراء تكنولوجيا متقدمة يستفيد منها عملائها في العراق وسوريا وحزب الله في لبنان وحماس رفع الحظر عن إيران من شأنه تقويد السلم والأمن الدوليين وفي القدس كان اتفاق أمريكي إسرائيلي على مخاطر عدم التصدي للطموحات الإيرانية الانشغال بمكافحة الكورونا لا يغيب التحديات الإيرانية حسب ما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي براين هوك وأضف نتنياهو أن إيران تواصل سعيها للتسلح النووي وعدوانها ما يستوجب فرض عقوبات عليها أعتقد أنه لا يمكننا أن ننتظر إيران حتى تتمكن من تحقيق قفزة النوعية في مسار الحصول على أسلحة نووية لأنه في حال حدث ذلك سيكون الوقت متأخرا لفرض عقوبات لذلك فإن موقفي يبقى واضحا سنبذل كل ما يلزم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية هوك تطرق إلى المخاطر المترتبة على انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض على إيران وخاصة أنه سيكون بمقدورها شراء أسلحة ونقلها لحزب الله أو الجهاد الإسلامي أو حماس أو الحوثيين وهو ما يهدد أمن إسرائيل ودول عربية حسب ما قال هوك في الأشهر الأربعة المقبلة سيكون بمقدور إيران استراد طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وغواصات ومدفعية وصواريخ بأبعاد مختلفة إيران ستكون في موضع يفسح لها المجال لتصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا إلى وكلائها وفي الوقت الذي تمتنع فيه إسرائيل عن التعقيب على الغارات التي نسبت لها في سوريا ضد أهداف إيرانية وجه نتنياه تحذيرا للنظام السوري من مواصلة التمركز الإيراني فيها هناك تنسيق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة بهذا الموضوع لعدم مواصلة تطوير القدرة النووية وتانيا قضية تموض إيران في عضبة الجولان بشكل خاص بسوريا من هنا هذا الزيارة هي بهدف مواصلة التنسيق بين الطرفين تشديد العقوبات على إيران ومنع رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة لها هي نقاط مصيرية بالنسبة لإسرائيل وخاصة في ظل إحاطتها من قبل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي المدعوم من إيران يحيى قاسم الحرة القدس قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مقترحا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران وذلك وفق القرار الأممي رقم 2131 نتعرف مع المشاهدين على هذا القرار والضجة التي أثرت حوله يمثل القرار رقم 2231 الصادر عام 2015 يمثل خارطة طريق تمتد لعشر سنوات ويتضمن نقاط إجرائية وتنفيذية لشبكة معقدة من الالتزامات المرتبطة بجداولة زمنية تتعلق ببرنامج إيران النووي والضمانات المقدمة من طهران وذلك لضمان سلمية برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وفيما تطالب واشنطن بتمديد الحظر على إيران بسبب عدم التزامها بمعطيات القرار ترى طهران في القرار منفذا يسمح لها بتطوير أسلحتها وبناء علاقات تجارية مع دول غربية وتطالب طهران أيضا برفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى إيران ويدعمها في هذا الموقف كل من روسيا والصين فيما تطالب كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بتمديد الحظر بعد اتهام طهران بخرق الاتفاق النووي وعدم الالتزام بالقرار 2231 ويحظر القرار توريد الأسلحة إلى إيران دون موافقة أممية لكن هناك خبراء دوليين يرون أن الحل الوحيد لتمديد الحظر يتمثل في إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران وهي نفس العقوبات التي رفعت عام 2015 قبيل إصدار القرار 2231 تتهم الولايات المتحدة إيران بخرق القرار عن طريق إجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية ومحاولة استيراد أسلحة دون موافقة أممية وفي المقابل تواصل طهران تطوير قدراتها الصاروخية التي تصفها بالدفاعية رغم القرارات الأممية وتوعد الرئيس الإيراني بالاستمرار بتطوير القدرات الصاروخية لبلاده واصفا المحاولات الأمريكية لتمديد الحظر بالمؤامرة أنقش هذا الموضوع مع ضيوفي من واشنطن الأكاديمي والباحثة السياسي الإيراني حسن هاشميان وأيضا ينضم إلينا جوال روبن المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي أهلا بكم ضيفي الكريمان أبدأ معك سيد جوال روبن فرص نجاح الولايات المتحدة الآن بتمديد حظر الأسلحة على إيران داخل مجلس الأمن هناك فرصة بالتأكيد حظر السلاح هو شيء يحظى بالدعم هنا في أمريكا وهناك قلق عميق بشأن سلوك إيران العدواني في المنطقة ولكن الكثير في الكونغرس خاصة الديمقراطيين لا يريدون المبالغة في هذا وربطه بالاتفاقية النووية ونتيجة لهذه الصفقة هناك هجوم على هذه الصفقة خاصة إعادة فرض العقوبات التي يناقشها وناقشها براين هوك في القدس اليوم هناك قلق نريد التأكد أن برنامج إيران النووي لا يعيدها إلى عام 2015 لا نريد لهم أن يملكوا السلاح ولا نريد لهم أن يحصلوا على السلاح بعد رفع الحظر ولكن ربط الموضوعين يؤدي إلى أخطار كبيرة وهذا هو ما يقلقنا أن هناك سياسة غير متماسكة حاليا تجاه إيران ضيفي أنتقل إلى ضيفي سيد حسن هاشميان يعني في حال فشل تمديد هذا القرار وبالتالي كيف سيكون سلوك إيران إلى أي مدى ستتحرك فيما يخص موضوع أن تمد الأسلحة وأن تحصل على أسلحة وتقوم أيضا بتطوير أسلحتها أنا بتقديري هذا الغرار أو هذا التوجه الموجود لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وأيضا دول المنطقة لا أعتقد أنه سيفشل وهناك وسائل أخرى إذا الصين أو روسيا عارضت غرار في مجلس الأهم طبعا هناك وسائل أخرى تستخدم من خلال الملف النووي أو من خلال الصيغ الموجودة في داخل الملف النووي حول إعادة حضر بيع السلحة سيد هاشميان أليس متوقعا فعلا أن تستخدم روسيا والصين حق النقد؟ يعني لو نضمنا إلى التصريحات اليوم الخطابات الصينية والروسية طبعا هي انتقدت الولايات المتحدة ودافعت عن إيران بصورة غير مباشرة وأهم ركيزتها كانت على موضوع الغرار 22-31 ولكن روسيا والصين أيضا تنسى دائما أن إيران هي التي خرقت هذه الغرار إيران تغلصت في خمسة مراحل من التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية إيران وصل مخزونها اليورانيوم إلى 1600 كيلو جرام يعني هناك خط أحمر يصل إلى 300 كيلو لذلك إيران هي التي خرقت هذا الغرار إيران وفقا إلى ما قاله سيد جوتيرز أمين عام الأمم المتحدة هي التي وجهت صواريخها للسعودية وإلى رامكو الدولة الوحيدة التي لديها ميليشيات في بلدان أخرى وهي التي حولت إيران بشكل كامل إلى ثكانات عسكرية الآن تقمع الشعب الإيراني بشكل كامل وإيران متحول إلى ثكانات عسكرية ثم انظروا إذا مثلا هذا البلد استطاع أن يشتري سلاح جديد كيف سيكون في تلك المرحلة لذلك عندما سيد بومبيو يقول أن إيران تهدد الأمن والسلام العالمي هذا كلام صحيح ومئة بالمئة دغير سيد روبين الآن إذا ما نظرنا إلى واقع الحال إيران بطبيعة الحال هي خرقت هذا القرار هذا ما لاحظناه من خلال ما تقدمه للحوثيين من أسلحة من خلال دعمها لحزب الله في لبنان حتى في العراق والسوريا وبالتالي ما الفائدة من تمديد هذا القرار لو تشرح لنا الفوائد التي تعود في حال فعلا تم تمريره لا يوجد أي شك أن سلوك إيران في المنطقة يبعث على القلق لهذا السبب هناك قرارات وهناك الاتفاقية النووية مع إيران وذلك لإيقاف إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي وهذا ما حدث والصفقات الدبلوماسية يصعب الوصول إليها ولكن ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو تفكيك للإجماع الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران عندما تثار قضايا مثل حضر السلاح عندما تثار قضايا مثل رفع العقوبات لا نرى قدرة أمريكية على جمع إجماع ووضع إيران في موقف دفاعي نعم إيران أكثر عدائية في المنطقة لأنها تشعر بالضغط وعلينا أن ننظر على كيف أن سلوك إيران في المنطقة على المدى الطويل هو رد على الدينامية التي من خلالها أمريكا تعمل بشكل مستقل علينا أن نعود إلى التعددية وإلى تنفيذ الخطوط الحمر الخاصة بسلوك إيران حتى الآن لم نصل إلى هذا ولو أمريكا لو لديها خيارات أخرى عداء الدبلوماسية مثلا في حالة قاسم سليماني كان هناك ضربة عسكرية ولكن هذا لم يوقف سلوك إيران في العراق ولم يكن للضربة تأثير سلبي على إيران هذا الشيء على أمريكا أن تنظر عليه وعلينا أن نتعمق أكثر وعلينا أن نجمع دعم الحلفاء كي نؤثر على إيران طب بالنسبة للعقوبات الاقتصادية سيد أهاشميان أفهم منك أكثر كيف أثرت وكيف ستؤثر أكثر في حال اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض المزيد من العقوبات على طهران إيران دائما محتاجة إلى شبكة من الأممال ومن النشاطات الاقتصادية حتى تستطيع تمول مثلا حسن نصر الله أو بشار الأسد أو الحوثيين أو المليشيات الموجودة في العراق لذلك عندما فرضت هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على هذه الشبكات المالية حتى هناك رأينا بعض الشبكات الإعلامية التابعة للولي الفقيه تأثرت من هذه العقوبات الاقتصادية لم تستطيع أن تعمل بشكل سابق ناهيك عن المليشيات والمجموعات العسكرية وما شابه ذلك وأيضا الشبكات غسيل الأممال والمتعلقة بغسيل الأممال هذه كلها تأثرت من خلال هذه العقوبات لا أعتقد أن أي حكومة أجت في أمريكا استطاعت أن تفرض مثل هذه العقوبات التي الآن هي جارجة بالمقابل سيد هاشميان ألا ترى بأن هذه العقوبات كما أثرت على النظام الإيراني كما ذكرت قبل قليل أيضا أثرت على الداخل الإيراني وأثرت على الشعب الإيراني أيضا يعني الشعب الإيراني لا يمكن أنه أولا لا يوجد له وسيلة أن يتخلص من نظام الولي الولي وفقا إلى قواعد اللعبة السياسية ووفقا إلى معايير الديمقراطية لأن هناك كل شيء مقموع في داخل إيران من وسائل الإعلام إلى الأحزاب السياسية إلى حتى النشاطات الاقتصادية خارج نطاق النظام الحاكم هي غير موجودة وفقط يسمحون لهؤلاء الأقرباء لهم بهذا النشاط لذلك الشعب الإيراني هو مقموع من قبل هذا النظام قبل العقوبات لا يمكن أن نفسر أن هذه العقوبات أجت وأثرت على الشعب الإيراني بل أعطت الشعب الإيراني أمل أن من خلال هذه العقوبات يمكن التخلص من النظام الولي الفقيد هناك مجموعات كبيرة من الحرص الثوري من مجموعات الغم تأثرت بهذه العقوبات لم يستطعون أن يمولوا هذه المجموعات الغمعية التي تقمع الشعب الإيراني أيضا لم يستطعون يمولون ميليشياتهم في الخارج ولم يستطعون أن يستمروا بسياساتهم الخارجية لذلك هذه العقوبات كانت أمل للشعب الإيراني أن يتخلص من هذا النظام لأنه لا يوجد هناك طريقة في داخل إيران أن الشعب الإيراني يستطيع أن يتخلص من الولي الفقيد في حال فعلا فشل تجديد حظر السلاح سيد جويل روبين أريد أن أفهم اكتدى عيات ذلك على منطقة الشرق الأوسط وهذا ما حذر منه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه محق التأثير يتمثل في أن الولايات المتحدة ستتراجع من ناحية قدرتها على التأثير على الأحداث على الأرض والتأثير على الأحداث في إيران والخطر هنا يكمن في أن الدول تتخذ إجراءاتها والتداعيات موجودة إسرائيل مثلا قلق بشأن غزو إيران في سوريا وتخندقها هناك ورئيس الوزراء نتنياهو قال بوضوح في الأيام الأخيرة قال إنه لن يسمح لإيران بأن تصبح متخندقة في سوريا إذن لا يمكن أن يكون هناك موقف فيه إسرائيل وإيران تخوضان حربا ساخنة في دولة عربية على أمريكا أن تظهر قيادة ونحن نظهر قيادة عندما يكون العالم إلى جانبنا في قضايانا وهذا يعطي صورة أن بعض الأطراف المسؤولة تحاول أن تبقى الأمور هادئة الآن هناك مخاطر لأن هذه الإدارة ليس لديها الكثير من الحلفاء الدوليين في موضوع إيران وبالتالي هل أفهم من كلامك بأنه قد تستدعي المرحلة القادمة تكثيف الاتصالات والعلاقات وربما الشراكات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية التي تعتبر هي تحت التهديد أكثر من غيرها من باقي الدول أعتقد أن هذا شيء رائع ويكون مهم جدا أن تنخرط أمريكا مع كل الأطراف بما فيها المعادية من أجل منع اندلاع العنف في المنطقة هكذا نقود دبلوماسيا وهكذا طورنا القدرة على التأثير على الأمم المتحدة والأطراف الأخرى للضغط على إيران عكس ذلك معناه ضعف من جانبنا طيب سيد هاشميان موضوع التنازلات إلى أي مدى من الممكن فعلا أن تتجه إيران إلى تقديم مزيد من التنازلات الأسرة الدولية وهل هذا وارد وفي حال تجهت إلى سلك هذا الطريق برأيك ما طبيعة التنازلات التي من الممكن أن تقدمها طهران للولايات المتحدة الأمريكية أولا أنا أعتقد على رقم كل الشعارات التي نسمعها في طهران ولكن هناك توجه في صميم النظام الإيراني في رأس الهرم من الولي الفغي هناك توجه لفتح باب المفاوضات مع الولايات المتحدة والمساومة مع الشخص ترامب أنا أعتقد أن هناك وسط مختلفين موجودين الآن ويعملون على هذا المسار ورأينا أخيرا أردشير زاهدي الوزير الخارجية في زمن الشاه الذي كان مثلا في الأيام الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة كان له صوت يدافع عن نظام الولي الفغي رأينا أن دخل على الخاطوة بصورة غير مباشرة عرض أن يقوم بوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة وقال أن له لديه هناك أشخاص ويستطيعون أن يعملوا في داخل الولايات المتحدة ويوصلوا هذه الرسائل أنا أعتقد أن تفعيل شخص مثل أردشير زاهدي من قبل النظام ونعتقد أن هناك علاقة وثيغة بين النظام الإيراني وبين أردشير زاهدي وأيضا هناك مجموعات أخرى وأعتقد مثل ما كان في السابق سلطنة عمان كانت تعمل على هذا الدور الوسيط الآن هناك أدوار مختلفة تأتيك لذلك النظام الإيراني يبحث عن فتحة باب مفاوضات مع الولايات المتحدة شكرا جزيلا لكم ضيفي من واشنطن الأكاديمي والبحث السياسي الإيراني حسم هاشميان وبتأكيد أشكر موصول إلى ضيفي من واشنطن جويل روبين دبلوماسي أمريكي سابق والمساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي شكرا لكم